السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبع قناة أخبار الوظيفة إذن دائما لمواكبتنا لأي مستجاد فيما يخص الإعلان عن نتائج الجهوي للسنة أولى باكاروريا سنة 2024 فاليوم إن شاء الله سنحاول نتحدث لكم في هذا الفيديو بخصوص تأجيل إعلان عن نتائج الجهوي إذن بالرجوع إلى السابق إذا لاحظتم فجأة من ملال خنفرة كانت قد تعمل مدولة خاصة بالجهوي أي أولى باكاروريا اليوم الثلاثة لكن خرجت بإعلان آخر هو يقول على أن المدولة تأجرى حتى اليوم الأربعاء الثالث من شهر يوليوز ولهذا ما دام يعني مدولة حتى اليوم الثالث من شهر يوليوز فالنتائج قد يتم الإعلان عنها بعد هذا التاريخ بخصوص هذه الجهة لأنه ربما بعض الجهات الأخرى تعلن عن النتائج قبل هذا التاريخ أو ربما يتم الإعلان عن النتائج دفعة واحدة يعني قد يتم الإعلان عن النتائج الجهوي في يوم واحد لجميع الجهات أو ربما بعض الجهات تعلن عن النتائج قبل الثالث من شهر يوليوز نحن إن شاء الله كما قلنا لكم أي جديد فيما يخص هذا الموضوع المتعلق بالإعلان عن النتائج الجهوية للسنة الأولى باكالوريا سنة 2014 غادي نوافقكم بها عبر قناة أخبار الوظيفة قبل الختم كنتمنى الفيديونا لإعجابكم وما تنسوش الدعم للإشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس سلسل لكم أي جديد والتوفيق والسلام